اكتر معاناة الناس من الناس واكتر وجع الناس من الناس واكتر جروح الناس من الناس الناس كده اقبل طبيعة الحياة بتتوجع قوي والوجع بيزيد لما يكون الوجع جاي من الناس القريبة احيانا امك احيانا ابوك احيانا جوزك وفي ناس مش قادر تتعامل معهم غير انهم ما بيقذوك وما تقدرش تسيبهم مديرك في الشغل اتعامل ازاي مع الوجع بالذات من الناس القريبة تتعامل مع الوجع بطريقتين اول حاجة تخلي بينك وبين الناس اللي بتوجعك حاجز من كلامهم وبين قلبك مسافة الكلام بيتسمع بس ما بيقصرش في قلبك عارف عامل زي مين عامل زي النبي صلى الله عليه وسلم لما قريش حبت تغير اسمه من محمد الى مذمم كلمة وحشة قوي مذمم وجاء مذمم عادة مذمم راحة مذمم حبيت وجعوا والنبي يقول لهم دعوهم إنما يشتمون مذمما وانا محمدا صلى الله عليه وسلم حتى حاجز دي الطريقة الاولانية الطريقة التانية ذكر الله بص الاي بتقول لي اي رائعة ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون المعاناة من الناس اعمل ايه رب فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين بس يروح الالم عايز تتخلص من المعاناة عيش بذكر الله ترجمة نانسي قنقر